موسيقى السلام عليكم نشرة التاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعروين سقطوا ستة قتلى في سبهة إثر الاشتباكات بين قبيلتين التبو والطوارق منذ أكثر من أسبوع وحكماء ليبيا يسعون إلى حل ينهي القتال الدائرة فيها النقد الدولي ينشر أنصبة الحسس والتصويت لأعضائه ويعتمد اسم علي الحبري المكلف من قبل مجلس النواب كمحافظ للمصرف المركزي مخولا بالتصويت من الجانب الليبي زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون لعزل من يقومون بعرقلة الحوار الليبي إذا اقتضى الأمر ذلك والمؤتمر يؤكد أنه لن يوقع على أي مسودة دون الأخذ بملاحظاته أهلا بكم أكدت مصادر طبية في سبها سقوط ستة قتلى في المدينة خلال يوم أمس إثر الاشتباكات المستمرة في حي الطيوري بين قبيلة يتبو والطوارق منذ أكثر من أسبوع أضفت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع عدد من الجرحة بينهم عدة حالات خطيرة مشيرا إلى نزوح أغلب سكان حي الطيوري من قبيلة الطوارق إلى مناطق المنشية وبراك الشاطئ وغيرها في سبها أيضا قال عضو مجلس حكماء سبها بالجاسم بوشعالة أن أعضاء مجلس حكماء ليبيا وصلوا إلى المدينة عبر طائرة خاصة المساء أمس من أجل التواصل مع قبيلتي التبو والطوارق لوقف الاختتال المستمر في حي الطيوري منذ ما يقارب الأسبوع أضف بوشعالة أنه من المتوقع وصول أعضاء مجلس أعيان ليبيا إلى المدينة ظهر اليوم من أجل عقد اجتماعات مع مجلس الحكماء ترمي إلى وقف إطلاق النار في حي الطيوري وحقن دماء أبناء قبيلتي التبو والطوارق أعربت حكومة الأزمة المبثقة عن مجلس النواة في بيان لها اليوم عن قلقها من الاقتتال الدائر بين الإخوة في مدينة سبها ووجهت حكومة الأزمة في بيانها نداء لأبناء مدينة سبها حثتهم فيه على وقف الاقتتال وتغليب صوت العقل كما نشدت أعيان وحكماء المنطقة بتدخل لوقف إطلاق النار داعية إياهم إلى التحرك لرأب الصدع في أسرع وقت ممكن لما لهذه الأحداث من تداعيات لا تصب في مصلحة الوطن بحسب ما جاء في البيان أفاد المتحدث باسم غرفة عمليات باري والتابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام مجدي بوهنة أن الاشتباكات توقفت بينهم وبين المجموعات المسلحة مضحان أنها تتمركز في المدخل الشرقي للمدينة أضف بوهنة أنهم بصدد رفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى لوجود تحركات مشبوهة من قبل المجموعات المسلحة التي تحشد نفسها استعدادا لدخول المدينة أشار بوهنة إلى النقص الشديد في العتاد العسكري لدى غرفة عمليات باري وذلك نتيجة ضعف تعاطي رئاسة الأركان العامة مع منطقة الجنوب حسب تعبيره أفد مصدر بالمكتب الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي باستهداف دبابة تابعة لقوات عملية الكرامة بمنطقة سيدي فرج أضف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن معظم محاور المدينة تشهد اشتباكات أعنفها بمنطقة السبخة بالسلماني ومحور بوعطني أشار المصدر إلى قيام مجموعة من المدنيين المسلحين والموالين لعملية الكرامة بحرق منزل آل الغرياني بمنطقة البركة قال عضو المجلس البلدي في طبرق نوري درمان أن المجلس يسعى إلى حل مشكلة القمامة المنتشرة في المدينة أوضح درمان في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السبب الرئيسي لتكدس القمامة يرجع إلى تأخر مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة وهو ما جعلهم يعملون لفترات قليلة وليس بدوام كامل مؤكدا أن الشركة عادت للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وأشار درمان إلى أن مجلس النواب وحكومة الأزمة لم يقدما أي دعم للمدينة وهو ما جعل المجلس البلدي غير قادر على حل الكثير من المشاكل داخل المدينة حسب قوله قال النطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا حافظ الضبع أن عمليات القنص في منطقة باب تبرق لا تزال مستمرة من قبل مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة والمتمركزين بمنطقة الفتائح أكد الضبع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجثة التي تم انتشالها البارحة تعود لأحد أعضاء كتيبة بوسليم حيث اختطفه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قبل شهر رمضان ونوها إلى أن الوضع الصحي بالمدينة يشهد تدهورا خطيرا وذلك إثر إغلاق العيادة الباطنية بمنطقة باب تبرق أعزو في عدد من الأطباء عن العمل بمستشفى لهريش الطبي حسب قوله أظهر جدول نشره الموغع الرسمي لصندوق النقد الدولي يضيح أنصبة الحسس والتصويت لأعضاء صندوق النقد الدولي فضلا عن احتياط كل دولة أظهر أن النقد الدولي يعتمد علي الحبري المكلف من قبل مجلس النواب كمحافظ مصر في ليبيا المركزي اعتمده النقد الدولي محافظا ممثلا للدولة الليبية في الصندوق وعلي رمضان شمبش نائبا له وأوضح موقع صندوق النقد الدولي أن اعتماد التعديل الجديد في الجدول من قبل الصندوق جاء بعد موافقة 147 عضوا من أصل 188 وهو فوق المعدل الذي يحتاجه الصندوق لتعديل أي قرار والمتمثل ب113 عضوا اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بمدينة بروكسيل على الضغط على جميع الأطراف الليبية للدفع باتجاه اتفاق نهائي للأزمة السياسية أقل عدد من السياسيين أن المجتمع الدولي سيضطروا إلى عزل من يقومون بعرقلة الحوار الليبي إذا اقتضى الأمر ذلك بقية التفاصيل في سيق التقرير بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي أمس لبحث الملف الليبي اتفقت الدول الأعضاء على الضغط على جميع الأطراف الليبية من أجل التفاوض وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن المجتمع الدولي سيقوم بعزل كل مجموعة تقوم بالانسحاب أو مقاطعة الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقعه في الثاني عشر من هذا الشهر في مدينة الصخيرات المغربية الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فدريكا موغريني دعت المؤتمر الوطني العام إلى المشاركة في عملية الحوار السياسي للوصول إلى اتفاق نهائي وقالت خلال اجتماع بروكسل أنه تم طرح بعض الأسماء المعطلة للحوار ومناقشة مسألة فرض العقوبات ضدهم مؤكدة أن الأمم المتحدة هي صاحبة القرار في هذا الموضوع وكالة رويتريز للأنباء أشارت إلى أنها اطلعت على ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي تضمنت مجموعة من الخيارات بشأن عقوبات على عدد من الليبيين بتهمة عرقلة الاتفاق السياسي وقالت الوكالة أن من بين هؤلاء الليبيين عبد الرحمن السويحلي وصلاح بادي وعبد الرؤوف المناعي فضلا عن خليفة حفتر وصقر الجروشي مضيفة أن خيارات العقوبات تشمل فرض حضر نفطي كامل وقائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير في النزاع الليبي من جهاته أكد المؤتمر الوطني العام أهمية الحوار لكونه خيارا استراتيجيا ومخرجا من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة الأخذ بالملاحظات الجوهارية التي أبداها المؤتمر على مسودة الحوار وأشار إلى أن المؤتمر لن يوقع على أي اتفاق لا يتضمن تلك الملاحظات التي وصفها بالمهمة لأنها تحقق الاستقرار والتوازن المطلوبين وتجعل من مسودة الاتفاق مشروعا قابلا للتطبيق حسب قوله أكد عضو المؤتمر الوطني العام عبدالقدر حويلي أنه ما تم تدوله من أنباء بشأن مناقشة دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات في حق شخصيات ليبية محسوبة على المؤتمر بتهمة عرقلة الحوار السياسي لن يؤثر في موقف المؤتمر بشأن مسودة الاتفاق التي تم توقيعها بصخيرات وأوضح حويلي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المؤتمر متمسك بالتحفظات التي أرفقها مع مسودة الحوار الرابعة ويرى أن الالتزام بها سيؤدي إلى اتفاق قابل للنجاح بين أطراف النزاع في ليبيا من جهتها اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع لجلساته في طبرق عبد الرؤوف المناعي أن الأخبار المتدولة بشأن إمكانية دراج اسمه ضمن لائحة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ما هي إلا ممارسة ضغط لقبولهم بالمسودة النهائية والتوقيع عليها وأوضح المناعي أن هذا الإجراء لن يزيد موقفه الرافض للمسودة الأخيرة إلا صلابة منوها إلى أن المجتمع الدولي لن يلقى ردا إيجابيا على هذه اللائحة إن اعتمدها وقال المناعي إنه مع الحوار الليبي الليبي مع رفضه لوجود وسيط دولي مؤكدا أنه قدم فيما سبق شكوى ضد المبعوث الأممي برندينو ليون إلى النائب العام وهو في انتظار الرد عليها هذا ورأى المحلل السياسي جمال عبد المطلب إنه من الضروري أن يجد المجتمع الدولي أرضية مشتركة بين طرفي الحوار لإنجاحه منوها لأن تأخر المؤتمر عن التوقيع ليس في صالحه أنا أتوقع أن في اللحظات الأخيرة أن يحدث نوع من الحل الوسط يقدم يوافق الأمم التحدة بعد الأمم التحدة واليون على بعض المتطلبات المؤتمر والمؤتمر سوف يستجيب ويدعن وينضم إن شاء الله إلى الحوار من جهتها قالت عضو مجلس النواب سيام سرغيو أن فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على معرق للحوار ما هي إلا تسريبات لم تثبت صحتها حتى الآن أضفت سرغيو أن ليبيا دولة من ضمن المجتمع الدولي لكن عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات على معرق للحوار فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم دلائل على أن الأشخاص الوردة أسماؤهم في قائمة العقوبات يقومون بعرقلة الحوار بشكل فعلي وأضحت سرغيو أنه في حال تقدم المجتمع الدولي بدلائل على أن هؤلاء الأشخاص يقومون فعلا بعرقلة الحوار فإن مجلس النواب لن يعارض فرض أي عقوبات عليهم أكد وزير الخارجي الإيطالي باولو جينتلوني أن المجتمع الدولي سيقوم بعزل أي مجموعة تقوم بمقاطعة الاتفاق السياسي الليبي ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن جينتلوني قوله خلال ندوة صحفية جمعته بالمبعوث الأممي إلى ليبيا برنادينو ليون إن أي مجموعة ليبية تسعى للانسحاب أو مقاطعة الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في الثاني عشر من هذا الشهر سيتم عزلها من قبل المجتمع الدولي في سياق آخر ندد وزير الخارجي الإيطالي باولو جينتلوني بحادثة اختطاف العمال الإيطاليين الأربعة في ليبيا قال إن تفادي تكرار هذه الحوادث مرتبط باستقرار البلاد ونجاح العمل الدبلوماسي استقرار ليبيا ونجاح العمل الدبلوماسي أمران مهمان لتفادي تكرار وقوع حوادث خطيرة مثل حادثة اختطاف أربعة عمال إيطاليين من شركة بوناتي من جهته قال ليون إن الأمم المتحدة تدين اختطاف العمال الإيطاليين الأربعة في ليبيا وهي تقوم بجمع المعلومات عن الحادثة مطالبا الجهة الخاطفة بإطلاق سرح هؤلاء دون قيد أو شرط البعثة الأممية تحاول جمع المعلومات عن المختطفين الأربعة وواجه رسالة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنه يتعين الإفراج عن هؤلاء الأشخاص فورا دون قيد أو شرط لأنه أمر غير مقبول على الأطلاق في ليبيا وفي ذات الصياق قال رئيس المجلس العسكري في صبراط ظاهر الغراب إن القوات التابعة لهم تقوم حاليا بعمليات بحث مكثفة عن العمال الإيطاليين الأربعة الذين تم اختطافهم بين مدينتي الزوارة وصبراط أثناء عودتهم من تونس وأضف الغراب لي أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف حتى الآن مشيرا إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات كشفت عن اقتياد المختطفين إلى منطقة الجميل جنوب مدينة الزوارة التي تقع تحت سيطرة قوات ما يعرف بجيش القبائل من جانبها أعلنت حكومة الأزمة والمبثقة عن مجلس النواب مباشرتها التقصي من أجل التأكد من صحة ما ورد من معلومات بخصوص خطف أربعة من الرعاية الإيطاليين في منطقة ميليتا غرب مدينة طرابلس وسجنت الحكومة في بيان لها مثل هذه الأفعال مشددة على أنها لا تمت لأخلاق الليبيين بأي صلة داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ومطالبة في السياق ذاته برفع الحذر المفروض عن توريد السلاح لقواتها حتى تتمكن من محاربة الإرهاب حسب ما ورد في البيان التاسعة متواصلة وفيها بعد الفاصل انتشال ست وثلاثين جثة لمهاجرين قبالة السواحل زوارة والبحرية الإيطالية تنقذ ستمائة مهاجر غير نظامي قبالة السواحل ليبيا سقوط ستة قتلى في سبه اثر الاشتباكات بين قبيلتين التاب والطوارد منذ أكثر من أسبوع وحكماء ليبيا يسعون إلى حل ينهي القتال الدائر فيها النقد الدولي ينشر أنصبة الحصص والتصويت لأعضائه ويعتمد اسم علي الحبري المكلفة من قبل مجلس النواب كمحافظ للمصرف المركزي مخولا بالتصويت من الجانب الليبي زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون لعزل من يقومون بعرقلة الحوار الليبي إذا اقتضى الأمر ذلك والمؤتمر يؤكد أنه لن يوقع على أي مسودة دون الأخذ بملاحظاته أهنا بكم من جديد قام فريق البحث عن الجثث التابع لمكتب الشباب والعمل التطوعي بجمعية الهلال الأحمر فرع زوارة قام بانتشال 36 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين قضوا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل المدينة أوضحت صفحة الهلال الأحمر فرع زوارة أنه تم انتشال جثث من مناطق متفرقة ابتداء من منطقة بوكماش شرقا وحتى منطقة راسجدير غربا هذا وقالت البحرية الإيطالية أنها أنقذت حوالي ستمائة مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الليبية على مدى اليومين الماضيين ونقلتهم إلى ميناء سيسيليا وأوضحت البحرية الإيطالية أن أغلب المهاجرين من جنسيات إفريقية وبينهم أطفال ونساء مشيرتان إلى أن مائة وخمسين ألف مهاجر وصلوا أوروبا منذ بداية ألفين وخمسة عشر أغلبهم في إيطاليا واليونان فيما غرق أكثر من ألف وتسعمائة آخرين في المتوسط يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت أمس في التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص حصص توزيع أربعين ألف لاجئ على هذه الدول إذن نشرت الإذاعة الألمانية دوتشيفيل تقريرا ثمنت فيه الدور الذي يقوم به خفر السواحل الليبي في محاربة الهجرة غير النظامية واستضعف الإمكانيات وعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده تجاه ليبيا في هذا الملف المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الكفاح الكفاح هي الكلمة التي وصفت بها إذاعة صوت ألمانيا الظروف التي يعمل بها خفر السواحل الليبي أمام سيل المهاجرين غير النظاميين المتضافقين من مناطق النزاعات والفقر في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وسط ضعف الإمكانيات وقلة الموارد المادية أو البشرية وكثرة عدد المهاجرين يقف خفر السواحل الليبي شبه عاجز حيث يقوم أفراده حاليا بعمليات مكثفة من أجل إنقاذ المهاجرين الذين غرقت قواربهم قبالة السواحل الليبية وبحسب الإذاعة فإن زوارق خفر السواحل الليبي غالبا ما تكون مطاطية ويبلغ طول أكبرها 12 مترا وكثيرا ما تكون أبطأ وأصغر من أن تكون قادرة على إنقاذ جميع المهاجرين فضلا عن عدم وجود هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية في هذه الزوارق ويقول البعض إن عناصر خفر السواحل الليبي يساعدون في أغلب الأحيان في عمليات دفن الموتى في أكوام من الرمال على الشواطئ وقد تزايدت الأوضاع في ليبيا إزاء ملف الهجرة سوءا بحسب الإذاعة بعد الإنقسام الحاصل بين حكومتي طبرق وطرابلس حيث يقول كل منهما إنه يدير شؤون البلاد في ظل مطالبة الدول الأوروبية لليبيا بوقف موجات المهاجرين وعدم امتلاك الأخيرة للوسائل اللازمة لوقف هذا التدفق ولم تضع الإذاعة خفر السواحل الليبي في خانة العجز وحده بل ضمت إليه الاتحاد الأوروبي خاصة بعد الوعود التي قدمت لليبيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والتي لم ينفذ شيء منها حتى الآن ولأن البلاد مقصمة فإن مركز قيادة خفر السواحل في طرابلس ليس لديه ارتصال بالمسؤولين في الجزء الشرقي من البلاد وهو ما أدى إلى ازدياد قوة المهربين وتجهيزهم حيث وصفت الإذاعة مهربي البشر بأنهم أكثر غنا وأفضل عدة وتجهيزا من مسؤولي مراقبة الحدود والشرطة وخفر السواحل في ذات الصياق قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم في برنامج خبر وبعد إن ترد الأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في أماكن الاحتجاز بليبيا قد يكون بسبب عدم ثقافة المسؤولين عن هذه المراكز بأسلوب التعامل الصحيح مع المحتجزين مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لإرسال عناصر جهاز حرس السواحل ليبي في دورة تدريبية بتونس نهاية الشهر الجاري هناك عدم وجود ثقافة التعامل مع هؤلاء المهاجرين يعني ليس أحيانا أن يكون الأمر يكون الأمر حاليا بدون قصد يعني نتيجة جهل فقط ونتيجة عدم وجود معلومة ولكن يعني ربما تفطنت المنظمة الدولية يعني خلال المدة القادمة ستقوم بعملية بورشة عمل لرفع مقدرات للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين من جهته يرى الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجاء بركاث أن الاتحاد الأوروبي ومنذ بداية أزمة الهجرة غير نظامية لم يبذل الجهود الكافية لحل هذه الأزمة أنه مسؤول على مصير المهاجرين في المتوسط وعلى الأراضي الليبية الاتحاد الأوروبي من المفروض أن يتعاون مع السلطات الليبية على أساس مساعدة المهاجرين الموجودين داخل الأراضي الليبية لأن الأوضاع الإنسانية ليست فقط تتعلق بالمهاجرين الذين ركبوا البحر أو دخلوا إلى الدول الاتحاد الأوروبي وتم استقبالهم على الشواطئ وإنما أيضا يتعلق بالأوضاع السيئة التي يعاني منها المهاجرين الموجودين من داخل الأراضي الليبية طلبت مديرية وأمن جنزور جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القيادة والتجول في طريق الساحل ما بعد كبري السابع عشر ومنطقة المايا والسابع والعشرين إلى غاية مدينة الزاوية وقال مدير مديرية أمن جنزور محمود عشور لقناة ليبيا لكل الأحرار إن تحذير المديرية جاء بعد تعدد الشكاوى والبلغات بوجود بوابات وهمية تابعة لما يعرف بجيش القبائل حسب قوله تقوم باعتراض المواطنين بقوة استلاح والسطو على سياراتهم أضف عشور أن الطريق الساحلية غير آمن بالمرة ولا توجد قوة تؤمنة مطالبا وزارتي الداخلية والدفاع وحكومة الإنقاذ بتحمل مسؤولياتهم في تأمين الطريق لضمان حماية المواطنين أكدت وكالة الأنباء التونسية اندلاع احتجاجات شعبية في منطقة بنغردان جنوب البلاد احتجاجا على انطلاق الأعمال بالحاجز الترابي على الشريط الحدود بين تونس وليبيا أضفت الوكالة أن المنطقة تشهد حالة من الاحتقان تمثلت باجتماعات شعبية وبيانات مطالبة بالوقف الفوري للعمل في الحاجز الترابي أغلاق الطريق الرابطة بين بنغردان وراسجدير أمام شاحنات نقل السلع إلى ليبيا كان عدد من المحتجين قد أجبروا يوم أمس شاحنتين محملتين بالملح إلى ليبيا على أفراغ حمولتهما في الطريق احتجاجا على انطلاق الأعمال على الشريط الحدودي بدأت لجنة تسمية وترقيم وتجميل المدينة ببلد صبراتة حملة من أجل صيانة وتجميل الحدائق العامة داخل المدينة وذلك بالتعاون مع مكتب الشركة العامة للنظافة بصبراتة وجهاز الحدائق التابع له وبحسب المجلس البلدي فقد بشرت اللجنة في صيانة وتجميل الحديقة رقم واحد الواقعة وسط المدينة وذلك من خلال القيام بعملية نظافة وصيانة لنفورة المياه وتعشيب الحديقة وتلوين الرصيف والممرات الداخلية وإضافة بعض الألعاب ختم النشر وهذا تذكير بالعنون سقوط ستة قتلى في سبها إثر الاشتباكات بين قبيلتين التبو والطوارق منذ أكثر من أسبوع وحكماء ليبيا يسعون إلى حل ينهي القتال الدائر فيها النقد الدولي ينشر أنصبة الحسس والتصويت لأعضائه ويعتمد اسم علي الحبري المكلف من قبل مجلس النواب كمحافظ للمركزي مخولا بالتصويت من الجانب الليبي زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون لعزل من يقومون بعرقلة الحوار الليبي إذا اقتضى الأمر ذلك والمؤتمر يؤكد أنه لن يوقع على أي مسودة دون الأخذ بملاحظاته ختم النشرة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر